أشادت كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن هذا المرسوم الملكي السامي جاء في إطار استراتيجية عامة تعلي من شأن قيمي ومبادئ حقوق الإنسان على الصعود كافة وتوجى جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية في المملكة والمختصة برعاية فئات النزلاء وعلى رأسها وزارة الداخلية والمشروعات الرائدة التي انتهجتها في الفترة الماضية مثل التوسع في قانون التدابير والعقوبات البديلة ومشروع السجون البفتوحة كما أعربت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن ثقتها في تحقق الآثار الإيجابية العديدة على المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وتقولها الإقليمي في هذا الخصوص اشتركوا في القناة